20 معلومة مغلوطة طبية هنتكلم عليهم النهاردة أغلبهم طبعا هيكونوا ليهم علاقة بالعيون يمكن وإحنا بنتكلم عليهم بالتفصيل ممكن هنتطرق لحاجات طبية أخرى فيارب تكون حلقة جميلة وممتعة وخفيفة فاتفرجوا علي للآخر وإن شاء الله تكون مفيدة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا جماعة عاملين ايه معاكم محمد الشام ودي قناتي قناتي اميات شات زي ما قولنا هنتكلم عن معلومات طبية مغلوطة 20 معلومة المعلومة الأولى أن الجذر بيأوي النظر أو ساعات بنتسئل مفيش حاجة دكتور فيتامينات ولا حاجة تأوي النظر أو أو طبعا هو المعلومة مش مغلوطة 100% ولكن هي مغلوطة زي هنأوي النظر هي الفكرة كلها زي ما في عناصر مهمة للجسم كله العين جزء من أجزاء الجسم بالتالي محتاج لبعض العناصر وزي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت بتاعت الرؤية الليلية وقلنا الفيتامين ألف مهم جدا للرؤية الليلية جذر يعني غني بالفيتامين ألف طبعا عنصر مهم من العناصر المهمة للعين نقصه الشديد يقدي المشاكل ومشاكل في الرؤية الليلية وما شابه ولكن علشان يحصل نقص شديد لازم يكون موضوع فيه سوق تغذية بشكل عنيف لأن الاحتياجات اليومية للجسم منه بتبقى ملباف في شكل طبيعي من الأكل العادي ولكن في العموم العناصر بتكون متوفرة وعلشان يكون صرحة هي الفكرة كلها نقص العناصر دي بشكل حد ممكن يؤثر بشكل ما على الرؤية أو على العين ولكن لن يكون مؤثر بشكل إيجابي لو زودنا من العناصر دي عشان فيه ناس بتبقى فتكر إن كل ما نزود هناخد فيتامينات مثلا النظر هيتحسن أو النظر هتتحسن لا للتشبيح علشان الناس تفهم زي بالضبط تانك العربية والبنزين مثلا مش معنى إن إحنا هنفول العربية للآخر معنى إن العربية تمشي أصرح تحديد سرعة العربية دي شيء والبنزين اللي مليان جوه التانك حاجة تاني طبعا لو التانك في واضي العربية مش هتمشي فهي نفس الفكرة لو فيه نقص شديد هيكون فيه مشاكل لكن مش معنى إن إحنا نزود العناصر دي إن العين هتشوف أحسن ثاني معلومة مغلوطة دي يا دكتور ندارة حفظ نظر أو ما ينفعش يا دكتور نعمل ندارة حفظ نظر بسمع الموضوع ده كتير وبصراحة ربنا أنا ما يعني بدر يستمر فيش حاجة اسمها ندارة حفظ نظر وشائع ولكن هو مغلوب بالنسبالي دي حاجة اسمها انكسار للعين بيتم عمله علشان يتعمل عليه ندارة سواء في أي سن في أي سواء كبير أو صغير اللي محتاج يلبس ندارة يلتزم بالندارة لكن ما فيش حاجة اسمها ندارة حفظ نظر أو دي الندارة دي مش مهمة صليحنا لابسينا حفظ نظر المعلومة رقم 3 إن كتر الفرج على التليفزيون أو كتر الإراية بيدعف النظر دي برضو معلومة يمكن كنت عملت حلقة عن شاشة الموبايل هبقى حطي لكم اللينك بتاعها بالتفصيل وجد آه إن ممكن في سن صغيرة مع الشغل القريب كتير أو مع الميل على العين ممكن يكون لو في عين عندها ميل ناحية قصر النظر الميل دي يزيد بدرجة ويمكن شرحتها بالتفصيل ارجعوا للحلقة للتفصيل ولكن دي حاجة مغلوطة مفيش حد وخصوصا بعد سن معين ممكن يحصل إجهاد للعين إجهاد للعين لأعراض مصدع وما شابه وممكن شوية زغلالة وما شابه لكن مفيش حاجة إن اسمها واحد مثلا قاعد يتفرج على التلفزيون فهو كان مقاسه مثلا ناقص واحد بقى مقاسه ناقص خمسة ولا ناقص ستة ولا ما شابه الموضوع مش بهذه الدرجة ممكن لو في مساهمة بتكون مساهمة بدرجة بسيطة يعني بدل ما هو زي ما شرحت في الحلقة خمسة ممكن يبقى خمسة وربعة خمسة ونص ولو ده في بعض الدراسات في اليابان والسن الصغيرة لكن في العموم دي معلومة مغلوطة يعني الموضوع يؤثر على إجهاد للعين وليس نظر أو إن هو بيدعى في النظر معلومة رقم 4 المرتبطة بالموضوع ده برضو طب أنا هل كتر إجهاد العين هيخلي المقاس ندارتي يختلف لوحده لا هو ممكن مع إجهاد العين الشديد بيحصل حاجة اسمها ودي برضو شرحتها اللي هو تشنج التكيف للعين برضو هحط لكم اللينك بتاع الحلقة ممكن يغير في المقاسات اللي بالكمبيوتر أو حتى الانكسار العين ولكن بعد ما بنحط الأطارات بيبني الانكسار الفعلي وبنبقى عارفين إن فيه تشنج في عضلات العين إلى حد ما فالموضوع بيتعرف بسيط ولكن في الآخر مقاس الندارة بيكون واحد لأن إحنا المقاس التشنج ده مش هو المقاس اللي بنعمل عليه الندارة فبالتالي لا ما بيحصلش تغيير في مقاس الندارة بسبب إجهاد العين إجهاد العين ممكن يؤدي لجفاف يؤدي لحمر في العين زغلالة أعراض من هذا القبيل صداع من كتر التركيز لأن العضلات المشدودة دي كلها ممكن تعمل صداع أو ألم في العين كل دي أعراض للإيجاد لكن لن تغير في مقاس ندارة المريض المعلومة الخامسة إن كتر لبس الندارة ممكن يضعف النظر لو فدلنا لبسينها المدة طويلة فلا هي مفيش حاجة اسمها كده لبس الندارة مهم وبعض المرضى تحديدا زي ما برضو شرحنا في عيوب الإبصار ونرجع لها أنا كل حاجة أقولها هرجع حط اللينك بتاعها بإذن الله فمريض تحديدا طول النظر لازم يكون ملتزم الندارة لأنه هو بيبقى زي ما شرحنا في الحلقة بيكون صعب أنه هو يكون ملتزم كل موضوع ده بيأثر على عنه لكن مريض طبعا قسر النظر كده كده بيبقى ملتزم ولكن مفيش حاجة اسمها إن أنا كل ما هلبس الندارة نظر هيضعف المعلومة السادة برضو المغلوطة إن لو لبست ندارة حد تاني والزغلالة حصلت لي مقاس ندارتي هيختلف أو نظر هيضعف دي برضو معلومة مغلوطة لا هي مجرد بالزبط الندارات عاملة زي حاجة زي المرايات الواحد لو وقف قدام مراية هيشوف نفسه بطريقة كويسة لو مراية مستوية لو مراية مقعرة أو محدبة زي في الملاهي كده اللي هيشوف بطريقة مختلفة فنفس الحوار العدسات هي لعبة من كسار الضوء فبالتالي هيدخل الضوء بشكل مختلف جوه العين مش هيخلي فيه رؤية جيدة العين علشان دي معلومة موجودة طبعا مش هنلبسها على طول ومحدش هيستحمل وممكن يحصل إيجاد ووصدع ولكن اللي أنا قصد علم فيش حد لو لبس ندارة حد تاني نظره هيقف المعلومة السابعة إن مريض يجي لنا ويكون عنده جفاف في العين لما نقول له عندك جفاف في العين يقول لي إزاي يا دكتور عندي جفاف وأنا عندي دموع يرجع لحلقة جفاف العين الشرح بالتفصيل ولكن آه هو علشان الدموع مش عارفة تثبت على العين تالي بتداني المريض في شكل دموع ولكن بتكون العين جفة إن مفيش دموع عليها ويرجعوا للحلقة بالتفصيل المعلومة التامنا المغلوطة إن لو حد حاول عينيه وفضل حاولها شوية العين بتفضل على كده لأ هو ما فيش حاجة اسمها كده ده لعب بالعضلات ممكن يكون بيقوي بعض العضلات على حساب الأخرى ويمكن نبقى نعمل حلقة عن عضلات العين الخارجية ولكن ما فيش حاجة اسمها إن واحد هيحول عينيه مثلاً لجوه هتفضل ثبت على كده علشان في ناس كتير بتفتكر إن ده ممكن يحصل المعلومة التاسعة إن الناس اللي عندهم عام ألوان بيشوفوا الدنيا أبيض وسوط لأ عام الألوان ويمكن في الحلقة زي بنشوف كنا شرحنا زي زي في تضريبة ألوان بسبب إن فيه تلات خلايا مسؤولين عن تلات ألوان في العين ونرجع برضو للحلقة بحط اللينك بيبقى فيه ساعات ممكن إن فيه بعض الناس يشوفوا الدنيا أبيض وسوط وسيدي حالات ندرة جداً إن يكون عندهم مشاكل في الثلاث أنواع من الخلايا ولكن الغالب بيكون فيه نوع أو نوعين فطبعاً نقص اللون ده أو لونين بيخلي إن فيه ألوان بدرجات مختلفة غير اللي إحنا بنشوفها لكن بزي التلفزيون عشان فيه ناس فاكرة إن اللي عنده عام ألوان يعني ما بيشوفش ألوان زيه زي التلفزيون الألوان ولا أبيض وسوط فلا هو مش زي التلفزيون أبيض ألوان ولا أبيض وسوط ده هو عمل ألوان يعني فيه نقص خلية أو 2 أو 3 اللي عنده مشاكل في الثلاث خلايا ده اللي ممكن يشوف أبيض وسوط وده نوع نادر لكن في الغالب بيكون مشكلة في خلية أو خليتين وزي ما قلت بيحصل خلل زي كده بالضبط لما البرينتر أو في الطباعة إن ممكن يكون فيه لون ناقص فتطبع تلاقي الألوان مختلفة شوية ممكن يكون فيه ألوان بس مش هي الألوان المصبت المعلومة رقم 10 إن أنا عملت مقاس ندارة يا دكتور ضيع عيني لأ مفيش حاجة اسمها مقاس ندارة يضيع عينك هو هيضيع ممكن فلوسك لو عملت ندارة لكن في الغالب زي ما قلت وشرحت إن ندارة ما هي إلا طريقة لتدخيل الأشعة داخل العين فلو دخلت بشكل مختلف شوية هتكون الصورة سيئة ولكن هذا مش معناه إن العين راحت المتكلم على السن الكبير في السن الصغير لا طبعا السن الصغير لازم يكون فيه كشف جيد ولازم يكون فيه ندارة معمولة كويس علشان بعد الشهر ما يعصلش كسل العين أو حاجة ولكن إن شاء الله بعد الشهر مش هيحصل حاجة كده لك أنا بكلم في السن الكبير مفيش حد إن هو راح للدكتور عمل مقاس ندارة المقاس ما كانش مظبوط قوي فضيع إنه نسمع الموضوع ده كتير لا دي معلومة مغلوطة هو ممكن يكون ضيع فلوس ندارة ولكن مش هيكون ضيع العين بإذن الله مفيش أي حاجة ممكن تعمل شوية الجيلة المعلومة رقم 11 يا دكتور أنا محتاج عملية ليزك عجلة كلمة ليزك وعجلة دي ما بيركبوش مع بعض يعني عشان بس نكون صرحة زي ما قلنا العملية الليزك ونبرضو نرجع للحلقات القديمة إن هي عملية في الغالب تجميلية إلا في بعض الحالات الخاصة جدا اللي بيكون لها استخدام طبي وبرضو شرحت في الحلقة ولكن هي في الغالب العملية الليزك أو تصحيح الإبصار عمتا الدارجة بالنسبة لنا كلنا هي عملية تجميلية للاستغناء عن النضارة فما فيش حاجة اسمها عملية عجلة ده بالعكس ساعات بيكون في نواهي عن العملية بيبقى في مشاكل في القرنية بتمنع إن العملية تتعب فبالتالي ما فيش حاجة اسمها عملية ليزك عجلة عشان ساعات بنشوفها والموضوع بيكون غريب جدا المعلومة رقم 12 من نفس الفصيلة يا دكتور أنا لازم أعمل عملية ميا بيضة عجلة برضو الميا البيضة العجلة دي لها شروط خاصة جدا 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 يعني إحنا كأطباء عشان نقول إن فيه عملية ميا بيضة لازم تتم عجلة هي بتكون في الغالب ميا بيضة عملت مضعفات نادرة الحدوث برضو إلى حد ما أو على وشك إنها تعمل مضعفات خطيرة نادرة الحدوث ولكن يعني دي حالات خاصة جدا لكن في العموم ما فيش حاجة اسمها عملية ميا بيضة عجلة عشان الناس ما تقلقش طبعا الضمير بقى كل الدكتور وضمير ولكن أنا حبيت أقول ما فيش حاجة اسمها عملية ميا بيضة عجلة إلا في ظروف خاصة جدا 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 لكن عملية الميا البيضة هي عملية مهمة لكن هي قرار بيرجع بين الطبيب والمريض اللي يلقم المريض واللي الطبيب شايفه لازم يشرح للعيان لكن ما فيش حاجة اسمها عملية ميا بيضة عجلة أو طوارئ إلا في حالات خاصة لكن في العموم العملية الميا البيضة ممكن تتأجل لإن في بعض الناس مثلا يتحدد لهم عملية وبعدين يحصل لهم ظرف الماء أو حاجة تتأجل شهر أو اتنين بيبقوا ألقانين جدا لا الماء البيضة عملية ليست عملية طوارئ ولا عاجلة إلا فيه ظروف خاصة جدا 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 المعلومة رقم 13 يعني مرتبطة برضو بالماء البيضة فكرة إن لازم نسيب الماء البيضة تستوي لا مش دي برضو معلومة مغلوطة آه هي مش عاجلة وممكن إن المريض دي قضي بها حياته لو هو يعني إحنا كنا بنشوف عينين ممكن واحد شايف مثلا من 6-6 أو 6-9 بس الدين يمنغبشة هو عايز يخش يعمل عملية ده بيبقى قرار المريض مع الطبيب خلاص هو عايز يعملها حتى لو مش عايز يصبع عليها دي حاجة تخصه وفي مريض تاني لا هو شايف مثلا 6-36 أو 6-18 يعني شايف رؤية هو بالنسبة له شايفها مقبولة ومش عايز يتحط تحت ضغط العمليات أو إنه خش يعمل عملية فبيقول لا يعني جايزة أفضل بها لحد ما ربنا يفتكرني ممكن يكون قراره لا أنا هفضل مكمل بها كده مش محتاج إنه أنا أعمل عملية دلوقتي فده قراره برضو ما فيش حاجة صحة وغلط لكن الفكرة السعيدة إنه لازم المياة البيضة تستوي علشان تتشال لإنه زمان في حاجة ما هي بتتستوي إنها تعتم خالص كان زمان ممكن لكن مع التكنولوجيا الجديدة فشيل المياة البيضة أعتقد إن الموضوع بيكون أسهل وهي الطرية بيكون أسهل وأحسن على القرونية وبرضو نرجع لحلقة المياة البيضة ولكن هي برضو معلومة مغلوطة إن إحنا لازم نسيب المياة البيضة تستوي لأ هي مش لازم تتساب المياة البيضة تستوي بس زي ما قلت هي مش عملية عاجلة القرار بيرجع بين المريض وبين الطبيب لكن المصطلح بتاع زمان بتاع النساب هلغاية ما تستوي ده الموضوع ما بقاش زي زمان إلى حد ما المعلومة رقم 14 وردو خاصة بعمليات المياة البيضة في مصطلح زمان دايما يقول لك هنعملها جراحة ولا ليزر مصطلح الليزر ده هو سبحان الله حاليا دلوقتي بقى باستعدام الفيمتو ساكند أو تكنولوجيا الفيمتو سانية بقى فيه حاجة اسمها عملية ميا بيضة أو بعض الخطوات من الميا البيضة بتتعامل بالليزر ولكن الليزر اللي كانت الناس بتقول عليه زمان هو جهاز الفيكو أو الموجات الصوتي regime monkeys second ال備وت اللي بتستخدم دلوقتي في بعض خطوات الميا البيضة مش بردو كلها لإن هي سبحان الله بيكون بعض الخطوات وبعد كده الطبيب بيكمل بالفيكو او بالموجات الصوتية ولكن زمان كان فيه مصطلح دارج يقولك عمل ميا بيضة بالليزر مصطلح شائع ودارج ومغلوط ان عمل عملية ميا بيضة بالليزر لأ هي بتبقى بالموجات الصوتية وحتى دلوقتي بقت بعض الخطوات بالليزر يعني ممكن تعدي يقولك عملها بالليزر يبقى دخلنا الفيمتوساكن لكن الناس لغاية من كام سنة فاته وما كانش فيه الموضوع ده فكان الناس عمده دايما يقولك تعملها بالليزر يعني اذكرها ان هي دلليزر لكن هو مش ليزر هو موجات صوتية اصغر طبعا من الجراحة ولكن يعني كله في الاخر مهم العملية تعمل كويس المعلومة رقم 15 المغلوطة ان وإحنا بنعمل مقاس النضارة ان كل ملد الطبيب هيحط لنا عدسات ان احنا هنشوف احسن كده برضو راحة نفسية لبعض المرضى ان كل ما نحط عدسة كده احسن اه كده احسن لا هو مش لازم ان احنا كده احسن زي ما قلت قبل كده الحلقات اللي فاتت هحط لينكات الحلقات اللي هتتضمن بعض المعلومات هنا ان هي عاملة زي موجة الراديو الطبيب بيروح وبييجي لغاية ما يشوف اه اصبط مقاس زي ما في الراديو كده بنروح ونيجي لغاية ما نسمع احسن صوت من الضبط نفس الفكرة مش ان احنا كل ما هنحط عدسات هو الطبيب بيبقى شايف من وجهة نظره كده احسن ولا كده احسن بيشوف رد الفعل مع المرضى فكرة ان ساعات في بعض المرضى اي عدسة بتتحطله هو كده احسن لا هو الموضوع بيش بكتر العدسات هو بيكون ياس بنشوف بنزود وبنقلل بنروح ونيجي لغاية ما نحس ان المريض شايف الموضوع بطريقة مثالية معلومة برضو طريفة ورقم 16 ان في بعض الناس يقولك زراعة عين مفيش حاجة اسمها زراعة عين يعني يمكن في بعض الافلام بتصور الموضوع ده تجيب بقى العين كده طلعة ومشية ومش عارف ايه والطبيب بقى يعني افلام اللي هي الرعب اي كلام يعني يحسسك بقى ان هو يعني ايه هيزرع العين ويقولك هزرع العين وناخد العين نزراعها ونشوف بيها مفيش الكلام ده هو في حاجة اسمها زراعة قرانية زراعة القرانية قدي موجودة يعني ممكن لو في عين بيتاخد القرانية لو حد عنده مشكلة في القرانية لكن مفيش باكتج كده عين كاملة بتتاخد يعني مش خياطة هي ان هي زي زرار هنغيره او حاجة وهتشتغل ده كلام مغلوط في حاجة اسمها زراعة قرانية ويكون لو في عتمة في القرانية ودي لقدر الله الاست ريزورت او الملازي الاخير في اي مشكلة في القرانية ان خلاص القرانية ده ما بقتش نفع بيكون في تغيير للقرانية فقط عن طريق ان بيكون في حاجة اسمها زراعة قرانية وفي حاجة اسمها بنوك قرانية وما شابه هي قصة في كده لكن مفيش حاجة اسمها زراعة عين الله اعلم في المستقبل اللي ممكن يحصل ولكن حتى يومنا هذا مفيش حاجة اسمها زراعة عين لأن الموضوع متشعب جدا ونسيج العين ليه خصاصة كتير وأعصاب فمش هنخش في الموضوع ولكن مفيش حاجة اسمها زراعة عين هي فقط زراعة قرنة المعلومة المغلوطة رقم 17 إن الواحد يعمل الليزك النظر هيبقى حديد إن أي حد عنده مشكلة طب ما نعمل الليزك يا دكتور عشان نصلح النظر إن بالضبط الليزك ده عامل زي الداونلود كده أو إن إحنا بننزل أغنية ولا بننزل فيلم ولا حاجة إن إحنا سايبينه وينزل فلما ينزل خلاص مية في المية تم التحميل لا الموضوع في الليزك زي ما قلت دايما هي مجرد استبدال النظارة بعملية آه ممكن هتدي شعور بالواو إفاكت أو بشعور إن الفيلد أو مجال الرؤية بقى أحسن أمور أحلى أكيد طبعا الاستغناء عن النظارة ولكن لقدر الله حد عنده مشاكل مثلا في شبكية لازم لها عملية شبكية عنده مية بيضة لازم له عملية مية بيضة ما فيش حد اللي هو إيه مش الليزك ده اللي هو بيخلص بتاع كله لأن في بعض المرضى عندهم هزا الفكرة الخاطئ أو المغضو هي في الآخر الليزك عملية للاستغناء عن النظارة لو في مشاكل أخرى لازم يكون لها تدخلات أخرى نواجهها وليس إن الليزك ده هو تصبيطة اللي هي هتزبط كل حاجة المعلومة رقم 18 يعني هي معلومة وملحوظة وفي نفس الوقت رجاءة في بعض الناس بسمع كلام إن هو ممكن بيتحط مواد غير طبية وغير مجربة في العين ما بين عسل وما بين مش عارف حلومة ولبن الأم وما شابه يعني في عفع لبن الأم ممكن في بعض الأوقات في يعني لبن اللي هو الأول خالص في بعض الكلام إن ممكن يكون مفيد في بعض الحالات لكن دي مش حالة عامة ولا تعمم ويعني كلام في الغالب يكون حاجات موروسة وليس الطبية مجربة فالموضوع ده يعني لا أنصح به على الإطلاق لأن ساعات بتسئل إن يا دكتور أحط عسل على شوية مية وأحط في عيني الكلام ده يعني لا أنصح به على الإطلاق طبعا أي حد بينصح به ده على مسؤوليته هو أنا لا أنصح به على الإطلاق الكلام ده غير طبي ما درستش الحاجات دي في الطب ولا مؤمن إن هي بالعكس ممكن تعمل بعض الشر مشاكل لأن يعني كأنك بتحط جسم غريب أو مادة غريبة على العين فبالعكس لقدر الله ممكن تعمل مشاكل ويعني ساعات كنا بنشوف بعض المشاكل بسبب حاجات زيه دايما نخلينا نروح للطبيب لو في مشكلة يدينا علاج متخصص للعين يكون يريح بدل ما نيجي زي ما نقول نكحالها نعميها هو حتى المثل سبحان الله يقول لك يكحالها يعميها ما أكيد إن هو تلاقيه استخدم كحل في عماها بدل ما يكحل فده اللي أنا بتكلم عليه يعني دي معلومة نخلي بالنا هو مش معلومة قدم رجاء أو حاجة مغلوطة ناخد بالنامج المعلومة رقم 19 إن دكتور العيون لازم يكون فاهم في كل أنواع وأسعار العدسات اللصقة والغير اللصقة إحنا في الغالب يا جماعة للتوضيح بيكون بنيدي مقاس النظار أو بنبقى عارفين بصريات إن أنواع العدسات الطبية مش ماركات وأسعار لإن في بعض المرضى بيبقوا فاكرين إن إحنا عندنا مثلا درجة طبعا أنا عارف إن في بعض الأطباء بيستهوي من موضوع ده يعني أنا مليش دعوة بكل الأطباء لكن غالبية الأطباء أو شغل طبيب الأساسي تدبي مش فكرة إن هو هيسوق لمنتجات معينة أو لأسعار معينة سواء عدسات لصقة أو غير لصقة لإن ساعات حتى ممكن في بعض الطباء بيشتغلوا في العدسات اللصقة وبيبقى عندهم خلف الأنواع والأسعار لأ أنا بتكلم حتى العدسات الغير لصقة عدسات النظارة دي تابع محل النظارات في الغالب والبصريات والموضوع يختلف بسبب معامل انكسار وطبقات حماية ومع إلى ذلك فالأسعار والأنواع دي مع محل البصريات فساعات كتير إحنا بنتسئل كأن إحنا لازم نرشح نوع معين أو طب وسعر وكام لأ الموضوع بيبقى خارج عننا حتى العدسات اللصقة مفروض إنها خارج عننا بيبقى حاجة زيادة من الطبيب إن هو مهتم بالموضوع ده أو بيشتغل في العدسات اللصقة لكن في الغالب الطبيب هو مفروض وظيفته الأساسية طبييا إن هو يشخص الحالات ويجيب المقاس المزبوط لكن فكرة الأنواع والماركات وصنعها إيه وبكام دي في الغالب مش عند الطبيب فحابت أوضح الموضوع ده من كتير من المرة آخر معلومة مغلوطة رقم 20 وهي مش معلومة هي يعني هي حاجة تكون لطيفة أو ظريفة إلى حد إنها عشان نقفلهم 20 عشان أسمي الفيديو 20 معلومة مغلوطة إن طبيب العيون مفروض إنه ميلبس ندارة دي ما بقول اللطفة الشهيرة إزاي دكتور إنت لابس ندارة وإنت دكتور عيون ويمكن شرحت الموضوع ده في فيديو قبل كده هبأسيبه وإن إحنا عشان عارفين إن أأمن طريقة لتصحيح الإبصار هي الندارة فهتلاقي أغلب دكترة العيون اللي محتاجين لندارة بيلبسوا ندارة وفي نفس الوقت هو طبيب العيون ده زي أي طبيب هو يعني ممكن يمرض لأن في بعض الناس عندها فكر إن الطبيب ده لا يمرض أو إنه ما بيتأسرش لأ هو زيه زي أي بني آدم فبيعيه وبيروح لدكتور فقه تخصصات تانية ممكن وبيبقى عنده مشاكل وحتى طبيب العيون ممكن يعني يحصل فيها مشاكل عادي جدا فالفكرة كلها أن دي معلومة رقم عشرين المغضوط يارب تكون حلقة خفيفة ولطيفة ومفيدة للجميع إذا ما عملش اشتراك في القناة ياريت يعمل اشتراك قبل ما يمشي ويبص على بقية الفيديوهات في القناة هلاقي فيديوهات مش بس طبية أتمنى دايما زي ما بقولي يارب تكون القناة ممتعة ومفيدة ربنا أدينا العمر والصحة ونشوف بعد على خير الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته